لسه برضو مع النادي الاهلي ولكن مع شركة كرة القدم في النادي الاهلي شغل كبير بيتم داخل النادي الاهلي خلال فترة الحالية سواء من اختيار جهاز فني سواء من اختيار لاعبين وايضا كمان شركة كرة القدم بالنادي الاهلي اللي تم الاعلان عنها بالامس كل التحية وكل الشكر لشركة ومجلس دارة شركة كرة القدم بالنادي الاهلي السابقة برئاسة ياسين بيمنصور ومصطفى مراد فهمي المهندس مصطفى مراد فهمي والكادتين على عبدالصاد كل التحية وكل التقدير وكل الشكر لهم وهي دي دايما عادات وتقاليد النادي الاهلي شركة جديدة بأفكار جديدة لسه هتبتدي العمل المهندس عدي القيعي هو رئيس شركة كرة القدم في النادي الاهلي ولما نتكلم عن الكابتن عدل القيعي قام كبيرة جدا داخل النادي الاهلي رجل تقلق مناصب كبيرة وكثيرة داخل النادي الاهلي رجل يمتلك خبرات كبيرة اشتغل الكابتن عدل القيعي مدير النادي الاهلي عضو مجلس ادارة مدير التعاقدات والتسويق مدير النشاط الرياضي اسس مجلة الاهلي وعلى مستوى اتحاد الكرة عمل عضوا في اتحاد الكرة عنده خبرات كبيرة جدا مهندس كابتن عدل القيعي نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق خلال الفترة القادمة والفترة المهمة مع النادي الاهلي ايضا الاستاذ خالد عبدالقادر اللي شافينه حضراتكو في الصورة معنا استاذ خالد عبدالقادر هو واحد يعلم قيمة النادي الاهلي جيدا شفناه في الانتخابات السابقة مش بالكلام بالفعل لما خرج من القيمة وكانت حظوظه كبيرة جدا انه يفوز ويكون عضوا بمجلس ادارة النادي الاهلي ولكن تنحى ولكن فضل مصلحة النادي الاهلي على مصلحته الشخصية هو ده الاستاذ خالد عبدالقادر شخصية فعلا رائعة نتمنى له كل التوفيق العضو الثالث او الثاني هو كادر شاب ودايما بنشوف عنصر الخبرة وعنصر الشباب الكادر الشاب الاستاذ احمد حسام عوض نتمنى ان شاء الله لمجلس ادارة شركة كرة القدم في النادي الاهلي كل التوفيق خلال الفترة المهمة القادمة نروح لفاصل موسيقى